أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله أن دولة الإمارات ماضية في تعزيز قدراتها الاقتصادية وفق توجيهات صاحب السمو الشيخ ليف بن زيدا لنهيان رئيس الدولة حفظه الله وبمتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن زيدا لنهيان ولي عهد بوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ومن خلال استراتيجية عمل واضحة تحددت ملامحها في ضوير رؤية الإمارات 2021 لتواكد دولتنا جدارتها كنموذج لتنمية القائمة على الاستثمار في رأس المال البشري والاقتصاد المتنوع المستدام عالي الانتاجية لبلوغ الاهداف الطموحة لمستقبل حافل بالفرص يكفل السعادة لكل أفراد المجتمع ونوه سموه بالجهود الوطنية المخلصة التي تسهم يوما تلو الآخر في كتابة فصول جديدة ضمن سجل مجد الإمارات مع كل إنجاز يتحقق على أرض دولتنا وأكد أن القواعد والوسوس المتينة التي قام عليها اقتصاد الإمارات مكنته من التعاطية بكفاءة عالية مع تحديات أفرزتها المتغيرات العالمية المتلاحقة وأشار سموه إلى اتباع دولة الإمارات لسراتيجية تنموية تقوم على الموازنة بين الاستثمار في المستقبل وتلبية متطلبات الحاضر والاستفادة من دروس الماضي لتتكامل أركان منظومة التطوير والبناء بتطبيق أرقى المعايير والممارسات العالمية سعيا للوصول إلى المستهدفات التنموية المنشودة جاء ذلك خلال افتتاح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم شركة عملات للطباعة الأمنية في منطقة خليفة الصناعية في إمارة أبو ظبي بحضور سمو الشيخ منصور بن زايدال انهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وقد قام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم يرافقه سمو الشيخ منصور بن زايدال انهيان بإزاحة الستار عن المجسم التذكاري إذانا بافتتاح المطبعة حيث تفقد سموه الأقسام المتخصصة للمطبعة وتعرف على تجهيزاتها التي تعد من الأحدث عالميا في مجال الطباعة الأمنية واستمع صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دوائي ومرافقه إلى شرح قدمه معاني مبارك راشد المنصوري محافظ المصري في المركزي ورئيس جهاز الإمارات الاستثمار حول أعمال الشركة وفي ختام الزيارة تسلم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم من سمو الشيخ منصور بن زايدال انهيان أول ورقة نقدية تطبع في المطبعة من فئة الألف درهم وهي من الفئة الأولى وتحمل الرقم واحد حضر الافتتاح معاني محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل ومع العبد بن احمد الطاهر وزير الدولة للشؤون المالية وعدد من محافظي المصارف المركزية من دول المنطقة وكبار المسؤولين في الدولة